محاولات عديدة لاستئناف جلسات البرلمان وتعثر واضح في كل محاولة في مشهد يعيد الأنظار إلى حالة التعثر ذاتها التي شهدها المجلس خلال فترة سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وانقطع عضائه وإيقاف أعماله حتى نقل مقره من صنعاء في منتصف إبريل الماضي استأنف مجلس النواب أعماله بدورة استثنائية هي الأولى منذ قرار نقل مقره إلى عدن لكن انعقاد المجلس كان في سيئون الخاضعة للقوات الحكومية وهو ما أثار تساؤلات عن الأسباب التي تمنع المجلس من استئناف أعماله في عدن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني كشف عن معوقات لم يسمها حالة دون انعقاد جلسات البرلمان التي تم تحديد معادها بعد عيد الفطر مشيرا إلى ترتيبات مستمرة لعقد دورة المجلس في الفترة القادمة دون تحديد مكانها وزمانها الحكومة وقوة سياسية وبرلمانية اتهمت دولة الإمارات في وقت سابق بمنع عقد جلسات مجلس النواب في عدن وذلك عبر التشكيلات الأمنية التي أنشأتها خارج إطار الدولة في المناطق المحررة نائب رئيس المجلس عبد العزيز جباري ناقش خلال الفترة الماضية إمكانية عقد جلسات المجلس في محافظة مأرب في ظل استمرار عاقة انعقادها في محافظات الجنوب ومنها العاصمة المؤقتة عدن محملا دولة الإمارات مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن برلمانيون قالوا إن المعضلة التي تعيق انعقاد المجلس إضافة إلى مشكلة المكان تتمثل في رفض وتردد قيادة الشرعية والرئاسة اليمنية مؤكدين أن أعضاء المجلس ما زالوا يبدلون الجهود من أجل إقناع قيادة الشرعية والتحالف لتهيئة مكان مناسب لعقد جلسات المجلس في المناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر